مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه التغطية لمستجدات الأوضاع في مدينة حلب السورية بعد خروج الدفعة الأولى بعد تعرضها لإطلاق النار من قبل قوات النظام وميليشياته في ذل تهديد روسي بالرد على أي إطلاق للنار خلال عمليات الإجلاء ويشمل التهديد قوات النظام السوري والجانب الإيراني وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أكدت أن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية منع الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حدوث أي أعمال انتقامية في حلب وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قلب الأحياء المحاصرة في حلب محمود رسلان محمود ما آخر تطورات الوضع في مدينة حلب نعم بالنسبة لموضوع أجلاء الجرحى والمدنيين من داخل مدينة حلب حاولنا من ساعة خامس صباحا الوصول إلى مكان معبر الجرحى في منطقة الرموسة بعدها استطاع بعض العسكريين في مدينة حلب جلب المدنيين بسيارة الإسعاف والجرحى قام النظام الأسد والحشد الإيراني ومنشيات الإيرانية باستهداف الجرحى أصيب أربعة أشخاص منهم اثنين مدنيين وأحدهم جريح والآخر لديه عائلة جريحة ومنهم أيضا عنصر أو مدير الدفاع المدني ببارس في مركز مدينة حلب وأيضا الآخر رابع عسكري تابع لحد الفصائل الثوار داخل مدينة حلب الآن ننتظر دخول الصليب الأحمر كي لا يبدأ النظام الأسد والإيرانيين القنص مجددا على المدنيين وعلى الجرحى باستهدافهم مرة أخرى لكن الآن ننتظر وصول الصليب الأحمر ونحاول أن نوسط كل لحظة تجري في خروج الجرحى والإجلاء من داخل مدينة حلب المحاصرة نعم في مسألة التوثيق هل تم التوثيق فعلا إطلاق قوات النظام وقوات من الميليشيا على الخارجين أو على الحافلات وهل هناك خروج للدفع الأولى كما تقول بعض المصادر نعم بالنسبة لموضوع التوثيق وصقنا كل طلقة أطلقها القناصات الإيرانية وصقنا الجرحى والمصابين وأيضا وصقنا استهداف السيارات تابعة لمنظومات الإسعاف لكن إلى الآن لم يخرج أي جريح وأي مدني من داخل مناطق حلب المحاصرة إلى خارجها الآن لا زال التفاوض مستمر وننتظر الصليب الأحمر ليدخل إلى مناطق سيطرة السوار هنا بعدها لتسليمه الجرحى والمصابين والمدنيين إلى خارج مدينة حلب وليوصولهم إلى الريح هذه اللحظات الآن لا نعتقد أن الأمر إلى الآن ساري بشكل كامل لكن نعتقد أن هناك قبل بعد ساعات أو بعد لحظات من الآن حل واتفاق لخروج المصابين والمدنيين داخل مدينة حلب نعم يقال أن هناك خلافا إيرانيا روسيا بخصوص هذا الاتفاق كيف تشرح لنا هذا الخلاف الإيراني السوري في موضوع الإخراج وهو الذي عطل فيما يبدو كما تقول الأنباء صحيح أول أمس كنا نحاول أيضا بنفس الاتفاق إخراج المدنيين والجرحى داخل مدينة حلب إلى خارجها عطله الإيرانيين وعطله نظام الأسد بحكم أن الإيرانيين لديهم منطقة كفرية والفوحة محاصرة وهي مزدمة هذه المنطقة طبعا الآن الإيرانيين يقومون بالضغط لإجلاء بعض المدنيين من منطقة كفرية والفوحة وهناك خلاف إيراني روسي كبير الآن الإيرانيين هددون الروسي وهددون الإيرانيين إن أطلقوا نار ثانية سيستخدمون طائلات الحربية ضدهم لكن الآن نشاهد من داخل مدينة حلقة محاصرة الآن استطلاع الروسي يحلق في أجواء المدينة ليرصد أي استهلاف وقرق من قبل الميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام الأسد ما هي الأماكن التي لا زال فيها العالقون وينتظر ربما أن تصلها بعض سيارات الإسعاف أو الأماكن التي يمكن إجلاء العالقين والمصابين والجرحى المنطقة الأساسية الآن هي منطقة الراموسيا ينتظر المدنيين الخروج منها وينتظر أيضا الجرحى الخروج منها هذه المنطقة الراموسيا هي منطقة المعبر الذي حدده النظام وحدده روسيا أيضا وحدده بصائل المعارضة داخل مدينة حلب الآن ننتظر دخول أول قافلة عندما تدخل أول قافلة بعدها سيذهب المدنيين إلى منطقة السكري القريبة من منطقة الراموسيا لكي يصلوا إلى المعبر بشكل مستمر ويذهبوا عبر البساط الخضر نعم محمود رسلان قبل أن أشكرك ذكرت في البداية انتظار جهات حقوقية وجهات صليب الأحمر هل تتوقع وصولها؟ هل سيسمح بدخولها بتقديرك؟ طبعا بعد تهديد روسيا لإيران ننتظر الآن دخول صليب الأحمر من قبل طبعا روسيا هي التي ترعى هذا الإجلاء ننتظر الآن دخولهم نحاول الآن أن نذهب لكي نوسق دخول صليب الأحمر بعد انتهاء هذه المداخلة مباشرة إن شاء الله شكرا لك محمود رسلان من الأحياء المحاصرة سنعود إليك خلال هذه التغطية المستمرة على الجزيرة مباشرة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري أستاذ أحمد مرحبا بك خلافه واللحظات الأخيرة خلافه روسي سوري إيراني حول ماذا الخلاف حول القتل حول الإنقاذ هل هو سيناريو أم هو محاولة استبداد نهائية روسية بسوريا على الأرض وقد تم لها ما أرادت ما تعليقك يعني بالبداية نستطيع أن نقول خلاف ما بين موسكو وطهران لكن النقوذ السوري يعني أعتقد أن نظام بشار الأسد أصبح خارج كل المعادلات ولا رأي له بهذا الأمر هو عبارة عن بيدق شطرانجي يتحرك بأوامر من قاسم سليمان يتحرك من قائد قاعد تحميمين يتحرك من أوامر من لافروف لكن يكون له قرار فهذا أمر أصبح منسيا بالنسبة للجميع نعم هناك خلاف ما بين طهران وموسكو ليس الخلاف فقط على أخراج المحاصرين ليس الخلاف على الزج ببعض الأسماء من الموجودين في كفرية والفوعة لإخراجهم أو الادعاء من أن هناك جسس لدى المقاتلين في حلب الشرقية ويودون الحصول عليها هناك خلاف سياسي من أن من يسيطر الآن على سوريا أرضا هي ميليشيات إيران من يسيطر في السماء السورية هي القوى الجوية الروسية لكن في القرار السياسي حتى الآن روسيا تريد أن تتمسك وتستفرد بهذا القرار طهران تعتبر أنه إذا ما سمحت لموسكو البدء بهذا الطريق من عقد صفقات وعقد اتفاقيات وبالتالي هي تكون خرجت من اللعبة السياسية وسحب البساط من تحت أقدامها طهران تقول أنا أحقق الانتصارات على الأرض الميليشيات التي تعمل على الأرض تتبع لطهران فقط هناك مساندة جوية وبالتالي القرار السياسي يجب أن يكون مشترك ما بين طهران وموسكو لكن نابوتين يريد أن يقول أنا الدولة العظمى أنا سيد الموقف أنا من حققت الانتصارات أنا من حرفت الدفة من سقوط نظام الأسد إلى إعادة السيطرة على كثير من المناطق وآخرها مدينة حلب هذا هو الحقيقة اليوم بدليل أن نابوتين عندما يصدر أمر من روسيا ليس عن وزارة الدفاع وليس عقاة حميميم بل يصدر أمر من بوتين شخصيا سوف أقصف كل القوى التي تعارقل تنفيذ هذا الاتفاق سوف أرسل جنود لكي تراقب تنفيذ الاتفاق إذن وضع بوتين على المحق وضع ميسيا على المحق أستاذ أحمد إذا سمحت ليمكن القول أن الآمر الناهي السيد سوريا الآن هو بوتين ولكن روحاني يؤكد للأسد استمرار الدعم الإيراني والإعلان عن لقاء تركي روسي إيراني بشأن سوريا في موسكو في السابع والعشرين من الشهر الجاري هل هناك طبخة تطبخ ما بين هذه الجهات مجتمعة كيف تقرأ ما سيأتي من هذا الاتفاق والتأكيدات روحاني للأسد أن الدعم مستمر يعني دعنا نعود إلى نهاية عام 2015 عندما كان هناك قرار بزهاب قاسم سليماني إلى موسكو واستدعاء القوات الروسية كي يتدخل في سوريا وجدنا من أن هناك أطراف في طهران رفضت هذا الأمر وكان على رأسهم الجنرال حسين همداني الذي اضطر قاسم سليماني لقتله بافتعال أنه مات في حادث سيارة لكنه كان يعارض التدخل الروسي في سوريا هو يريد أن تبقى الكاكس سورية في متناول اليد الإيرانية فقط لا غير نعم لذلك هذا الصراع لا يمكن أن يلحسن الاتفاق أو اللقاء الذي آلنا عنه وزير خارجية التركي شاويش أوغلو من أن هناك لقاء في سبعة وشرين شهر في موسكو ما بين طهران ما بين أنقرة ما بين موسكو أعتقد هو لترتيب أوضاع غير ما يحصل على الأرض السورية هو للتوافق على خطط جديدة في المنطقة هو لتشكيل تحالف جديد يعني أنا أعتقد أن أوباما أطاح بأردوغان وأبعده على المنطقة الغربية وبالتالي وجدنا من أن موسكو اجتزبت تركيا نحوها وبالتالي وجدنا هذا اللقاء الذي يحصل وجدنا هذا نوع من الغزل ما بين موسكو ما بين طهران ما بين أنقرة وبالتالي أنا أعتقد أن المنطقة قادمة على تموضعات جديدة قادمة على تحالفات جديدة لكن يبقى السؤال الأهم لنا نحن كسوريين أين موضوعنا من هذه اللقاءات مصلحة من ستراعى هل مصلحة نظام الأسد أم مصلحة الشعب السوري أعتقد أن تركيا عليها أن تفي بوعودها للشعب السوري وأعتقد أنها حتى الآن لم تتخلى نوعا ما عن الوعود التي أعطتها للثورة السورية طبعا في خبر عاجل هناك خبر تقول الخارجية الإيرانية تقول بأن الحديث عن شروط إيرانية في موضوع التغفاق حلب هو الدعاء كذب يبدو أن التنافس خرج إلى العلن في تصريحات إيرانية وتأكيدات وتهديد روسي على الأرض أليس كذلك أستاذ أحمد؟ أنا أعتقد أن تصريح بوتين أو تصريح الخارجية الروسية تصريح وزارة الدفاع الروسية من أنها ستقصف أي قوى تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق أنا أعتقد أنه لا توجد قوى سوف من المعارضة السورية سوف تعرض هذا الاتفاق للخطر إذن هو يهدد نظام الأسد هو يهدد حزب الله هو يهدد الميليشيات التابعة لإيران وبالأمس تم التنفيذ بالأمس تم قصف قبل طائرات روسية لحزب الله في حدود الراشدين على محيط الأحياء المحاصرة إذن هذا الخلاف واضح كما قلت هو خلاف سياسي خلاف من يملك قرار الأسد هل تملك طهران أم موسكو لأن طهران لديها مخاوف وتم نشر كثير من المقالات عبر الصحافة الإيرانية من أنه إذا ما ترك بوتين فبوتين قد يتخلى عن بشار الأسد في لحظة ما إذا ما كانت وعود غربية حول شبه جزيرة القرم أو حبراء كراينا أو حول العقوبات الاقتصادية أو الدرع الصاروخي لذلك علينا أبقى مصير الأسد بيد طهران وعدم ترك موسكو تتصرب بحرية إذن الخلاف بدأ العلان وظهر نعم وظهر لكن أنا أقول موسكو الآن أمام حقيقة تقول من أن أي جهد باتجاه الجنوح باتجاه حلول سياسية حتى خروج مقاتلين وعقد صفقة وجدنا من أن الآل العسكرية الإيرانية تحركت لتحبط هذا الاتفاق إذن على روسيا أن تعلم أنها تتعامل مع دول مارقة تتعامل مع عصابات تتعامل مع ميليشيات وبالتالي عليها إعادة ترتيب أوراقها من جديد ومد يدها إلى الشعب السوري وليس إلى طغم حاكمة يترأسها مجرم اسمه بشار الأسد سيد العميد أحمد رحال من اسطنبول أرجو أن تبقى معي أعود الآن أو أذهب إلى تركيا أو الحدود السورية التركية حارث عبد الحق حارث ما هي المشاهد الاستعدادات على الأرض التركية بالنسبة لانتظار ربما الذين سيفرج عنهم أو سيخرجون يخرجون من حلب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني الأسعداد على الأرض التركية بالنسبة لذين سيخرجون من مدينته من مدينة حلب إلى الآن تركيا دورة كبيرة لديها السعدادات هناك مخيمات للطوارئ لكن بالنسبة للاجئين الذين سيخرجون سيخرجون من مدينة حلب ليس هناك ناسعداد خاصة بهم هناك قافلة كبيرة نظمها نشاطاء مدنيون أتراك ونشاطاء إنسانيون من دول العالم بغيث الدخول لوصول إلى حلب اليوم تحركت هذه القافلة لا نعلم سيتم خروج كل المدنيين من حلب كل المحاصرين من حلب قبل دخول هذه القافلة أم سوف يكون يعني دخولها تحصيل حاصل بعد خروج المدنيين بالنسبة لداخل حلب حارث هذا ما كنت سأسألك داخل حلب ما هي الأخبار التي تأتيك في ظل منع النظام وميليشيا نظام السوري خروج أو إجلاء العالقين أو الجرحة هناك حديث عن أن قافلة خرجت ما هي الأخبار التي تأتيكم من حلب تحديدا حتى الآن إلى الآن هناك استعدادات هناك الجرحة مستعدون للخروج هناك قافلة مستعدة لكن لم يخرج حقيقة من داخل مدينة حلب في الصباح قام فريق من الدفاع المدني ومسعفين بفتح ساتر طريق في الساتر الذي كان يحيط بالأحياء المحاصرة بغي تفتح الطريق فتعرض لقنص من قبل قوات النظام ما أدى لقوات النظام طبعا أو الميليشيات المتحالفة معها لا نعلم التحديد ربما تكون قوات إيرانية وقوات النظام فأصيب أربعة أشخاص أحدهم رئيس مدير مركز الدفاع المدني اسمه بيبرس مشعل وثلاثة آخرون إصابة أحدهم إصابة خطيرة طبعا الآن الكل ينتظر لأسف شديد يعني ليس هناك حضور للمنظمات الدولية فقط الهيال الأحمر العربي السوري التابع للصليب الأحمر وهو يعني جهة لا نقول عنها أنها غير محايدة لكنها تحت جناح النظام السوري والراعي لهذا الاتفاق هو روسيا الآن روسيا هي الخصم والحكم حقيقة يعني هي التي تقدم الضمانات وهي التي يعني تسببت في كل موجود النزوح هذه وهي التي تسببت في تهجير أهل حلب لكن على ما يبدو يعني الآن المضطر لا يستطيع إلا أن يقبل بذلك نعم سيد حارث هل لديكم حتى الآن إحصاء بعدد القتلى والجرحة وهل هناك أيضا ربما من ينتظر الإنقاذ تحت الأنقاذ في ذلك هذا القصف الوحشي المستمر بالنسبة لعدد القتلى والجرحة يعني لمدة طويلة والفترة الأخيرة خصوصا كان هناك يعني انسحابات متكررة من الكثير من الأحياء كان الوضع يعني غير مستقر نهائيا فلم يتمكن أحد من أحصاء عدد القتلى أو عدد الجرحة بشكل بشكل دقيق هناك العالقون تحت الأنقاذ نعم في الأحياء التي انسحب منها الثوار لا نعلم إذا كان يعني قام أحد بعد خروج الأنقاذ بإنتشالهم من تحت الأنقاذ هناك عالقون تحت الأنقاذ في الأحياء التي يحاصر فيها الثوار الآن لم يتمكن الدفاع المدني من إخراجهم لعدم قدرته وعدم امتلاك الامكانية وبسبب القصف المتواصل على المنطقة الضيقة التي حصر فيها الثوار والمدنيون داخل مدينة حلب لكن يعني العداد هي دائما أكثر مما يتوقع وأكثر من الإحصائيات دائما هناك عداد هناك أشخاص يقتلون ولا يوثقون يعني التوثيق دائما قاصر عن أعداد القتلى قاصر عن أعداد المعتقلين دائما في معتقلات النظام أعداد تفوق الأعداد التي يصرح بها لأن الكثير من الناس لا يجرؤون على التصريح بأسماء قتلاهم أو أسماء معتقليهم خوفا على أنفسهم من التصفية أو من الاعتقال أو على معتقليهم الذين هم في سجون الأسد من التصفية يعني الوضع شكرا لك سيد حارث عبدالحق من الحدود السورية التركية على هذا التوصيف فيما يجري في داخل حلب أعود إلى العميد أحمد سيد أحمد سيدة العميد قمة أوروبية اليوم تبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وخروج بريطانيا يهمنا الشق المتعلق بالجانب الروسي هل أعود مرة أخرى لربط المواقف الروسية على الأرض والتهديدات لإيران والجهات السورية هل هو لعب ضحك على الأذقان خدعة روسية أيضا في خوفا من عقوبات الاتحاد الأوروبي أو تهديداته على الأقل حتى الآن يعني في البداية أنا نقول أن حلب عرت الجميع عرت الوضع الداخلي عرت الوضع السياسي للسورة وأيضا عرت المجتمع الدولي نعم ما يحصل في حلب من جرائم موصوفة جرائم نقلتها وشاهدها العالم أجمع الزبح من قبل حزب الله والنحر بالسكاكين من قبل حركة النجباء القصف بالصواريخ من قبل روسيا وبراجمات الصواريخ هذه الصورة هذا الدم الذي سال في شوارع حلب قد تكون صمتت عنه الحكومات الغربية لكن الشعوب تحركت الوقفات أمام السفرات الروسية والإيرانية والأمم المتحدة أجبرت الحكومات على التحرك وعلى إدراج ملف حلب ضمن اجتماع الاتحاد الأوروبي روسيا شعرت بكل تلك الضغوط وبالتالي عندما كانت هناك عملية تبادل أدوار في عملية تخريب أي اتفاق ما بين طهران وموسكو ونظام الأسد والضاحية الجنوبية وزدنا أن هذا الاتفاق بوتين يصر على تنفيذه لأنه يشعر من أن تلك الجرائم التي ترتكب إن لم يوقفها سيتحمل مسيوليتها الانسحاب من المحكم الجنائي الدولية ليس حلاً لروسيا وليس إنقاذاً لبوتين تلك الجرائم لا تموت بالتقادم ستلاحقه وبالتالي أنا أعتقد أن روسيا اليوم في وضع حرش أعتقد أن روسيا اليوم عليها أن تضبط حلفائها وأعتقد أن الخطوة الأجبر على روسيا كما قلنا أن تعلم أنها تتعامل مع عصابات وعليها يعاد التموضع للوقوف إلى جانب الشعب وليس إلى جانب عصابات وميليشيات مارقة طائفية تقاتل لقتل الدم السوري ولقتل الشعب السوري وشاهدنا بحلم ماذا حصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر